نفذت مؤسسة يد الخير ومؤسسة روح العطاء للتنمية مشروع غثة عاجلة للمتضررين من السيول في تهامة بتمويل من جمعية النجاة الخيرية ودعم كويتية وأوضح رئيس مؤسسة روح العطاء للتنمية عبد الرؤوف اليوسفي أن الدعم المقدم من دولة الكويت كمرحلة أولى سيستفيد منه أربعة ألاف متضرر مشيرا إلى أن الدعم سيشمل سلات إيواء وخزانات مياب الاستيكية وسلات غذائية تتوزع في مديرية المخى ومديرية حيس في الحديدة من جانب يشد المدير العام لمديرية المخى سلطان محمود بالدور الكويتي والدعم الذي تقدمه الكويت عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية معبرا عن أهمية الوقوف مع الأهالي المتضررين ومساندتهم في ظروفهم الصعبة اشتركوا في القناة